السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكييف الهواء وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بحول الله عن مادة الرسم الفني وعرفنا من خلال المادة الأساسيات المهمة اللي من خلالها كل طالب يقدر يستنتج المسقط السالس بكل سهولة وكل يصر وتطرقنا في الحلقة خدنا الكطاعات وخدنا تمريم من خلاله وعرفنا الكطاعات وكيفية استنتاج المسقط السالس ان شاء الله النهاردة هكون أولى حلقتنا في مادة أخرى وهي مادة مهمة جدا في مواد تخصص التبريد وتكييف الهواء وهي مادة تكنولوجيا الكهرباء والتحكم وطبعا زي ما ذكرنا سابقا ان المواد الفنية لتخصص التبريد وتكييف الهواء هي موادة أساسية بتخدم تخصصنا من خلالها بيتم التعرف على الأجهزة والمعدات الكهربية بالنسبة لتخصص التبريد وتكييف الهواء وطبعا أما نيجي نقول مادة تكنولوجيا الكهرباء والتحكم هي مادة أساسية بتخدم تخصصنا بنسبة 100% من خلالها بيتم التعرف على الدوائر الكهربية لجميع أجهزة التبريد وتكييف الهواء على اختلاف أنواعها وزي ما ذكرنا سابقا ان في مادة تكنولوجيا التبريد من خلالها بيتم دراسة دائرة التبريد أو الدوائر المكانيكية لأجهزة التبريد أيضا بالنسبة لتكنولوجيا التكييف بيتمي من خلالها دراسة الدوائر التبريد بالنسبة لأجهزة التكييف الهواء على اختلاف أنواع يبقى ان شاء الله النهاردة في قولة حلقاتنا من مادة تكنولوجيا الكهرباء والتحكم هناخد أول دايرة أو عنوان حلقتنا النهاردة هيكون بعنوان الدوائر الكهربية لبعض أجهزة التبريد المنزلية زي ايه مصطر هنقول زي مثلا أول دايرة هناخدها ان شاء الله في الباب الأول وهي الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم إزابة السقيع بها يدويا طيب تعالوا مع بعض كده نشوف مكونات الدائرة ونظرية عملها وازاي الدائرة بتبقى موجودة داخل الجهاز اللي احنا هنشرحه ان شاء الله نشوف كده أول حاجة وهي الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم إزابة السقيع بها يدويا وزي ما احنا شايفين دي شكل او المكونات الاساسية للدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم ازابة الصقيع بها يدويا مكونات الدائرة في عجالة كده وهنعمل عملية تشك او مراجحة بسيطة على بعض الدوائر الكهربية زي ما ذكرناها في الصف الثاني بحول الله اولا محرك الضغط وهنا محرك الضغط بيبقى طبعا من النوع زوء الوجه المشتور وبيتكون طبعا من نوع الملفات زي ما احنا شايفين وزي ما شرحناها قبل كده هنقول الملفات في يوجد بها ملفات يطلق عليها ملفات التقويم والملفات الاخرى يطلق عليها ملفات التشغيل او الملفات الرئيسية اللي بتبقى موجودة داخل الدائرة وزي ما احنا شايفين ملفات التقويم فيدتة ايه شباب هنقول فيدتة مصدر اساسية هي فايدة لا يمكن الاستغناء عنها في تقويم محرك الضغط حيث ان من خلال ملفات التقويم هي اللي بتقوم المحرك بتاعي فاي جهاز كهربي بقى عمتا او اي محرك كهربي ملفات التقويم هي المسؤولة عن تقويم المحرك الكهربي ثم تنفصل من الدائرة يعني ما ينفعش ان ملفات التقويم تستمر في التشغيل داخل الدائرة ويوجد النوع الاخر وهو ملفات التشغيل وملفات التشغيل بنطلق عليها بالرمز R او الرمز M اختصار للملفات الرئيسية اللي بيكون موجودة عندي وهي الملفات اللي بتستمر في التشغيل داخل المحرك وهي الملفات المسؤولة عن نقل الحركة داخل المحرك عندما يدور المحرك يبا اذا اما نيجي نقول في عجالة ان المحرك بيتكون من ايه هنقول يا مصدر المحرك يتكون من نوعين من الملفات النوع الاول وهو يطلق عليه ملفات التقويم والنوع الاخر وهو يطلق عليه ملفات التشغيل تب ايه الاختلاف بين النوع من الملفات ملفات التقويم هي فايدتها الاساسية انها بتقوم او بتعمل على تقويم المحرك ثم تنفصل من الدائرة يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال ان ملفات التقويم تفضل مع المحرك او تفضل شغالة مع المحرك بينما ملفات التشغيل هي الملفات الرئيسية اللي ملفات التقويم بتساعدها في تقويم المحرك وبعد كده بتنفصل من الدائرة بينما تستمر ملفات التشغيل في ايه في الدوران طيب احنا بنتكلم كده طيب اما احنا بنقول يا مصدر ملفات التقويم بتنفصل من الدائرة إيه اللي بيفصل ملفات التقويم من الدايرة؟ هنقول المكون الثاني من مكونات الدائرة الكهربية للسلاجة المنزلية وهي الرليء الذي يعمل بتأثير الطيار أو ممكن نقول عليه متم من بيت الحركة أيضا ممكن نقول عليه مفتاح الطرد المركزي على اختلاف المسمى ولكن الوظيفة واحدة الرليء بيعمل على فصل ملفات التقويم عندما تصل سرعة المحرك عندي 75% من السرعة المقررة يبقى إذن اللي بيفصل ملفات التقويم لما المحرك بتاعي بيدور ويبتدي ياخد سرعته هي الرليء المسؤول عن ملفات التقويم فقط ولكن ملوش علاقة خالص بملفات التشغيل زي ما هنشوف عندنا هنا كده هذه الدائرة ملفات التقويم ودي الرليء الذي يعمل بتأثير الطيار لو احنا لاحزنا هنا من خلال رسمة الدائرة الكهربية ان الطيار هيخشلي من خلال الرليء من خلال الخط اللي زي ما احنا شايفين فيه هنا مفتاح المفتاح دي طبعا زي ما هنشوف في نظرية عمله دلوقتي لو نقطة التلامس بتاعت دي اتوصلت مع بعض او بقت في حال التوصيل هيتم توصيل الطيار الكهربية الى ايه الى ملفات التقويم بينما ملفات التشغيل بتتصل على التوازي مع الرليء بمعنى انها ملهاش علاقة بالرليء سواء كان الرليء واصل او مفصول عفوا او موصل بتبتدي هي يقول لها طيار كهربي بصفة ايه دائمة يبا لما تصل سرعة المحرق 75% زي ما هنشوف في نظرية العمل هنلاقي ان الرليء نقطة التلامس بتاعت المجال المغناطيسي بيقلي هنا فنقطة التلامس هتفتح فهيفصل لي الطيار الكهربي عن ايه عن محرك الضاغط او عن ملفات التقويم ننتقل الى الجزء الثالث وهو الاوفرلود او بنطلق عليه قاطع وقاية من زيادة الحمل وطبعا الاوفرلود زي ما قلنا سابقا وقلنا فايدته الاساسية ان بيفصل دائرة او المحرك الضاغط عندما ايه طبعا المقصود بزيادة الحمل ممكن يكون ارتفاع في درجة الحرارة الخاصة بالمحرك وممكن ايضا يكون ارتفاع في الانبير اللي عندي في حالة عدم فصل الترمستات للدائرة الكهربية فالاوفرلود بيفصل الدائرة الكهربية للمحرك عند زيادة الحمل او عند ارتفاع درجة الحرارة المكون الاخر وهو الترمستات والترمستات هنا بيبقى من النوع زوء الانتفاخ الحساس زي ما احنا شايفين فيه هنا سخان ايضا متصل معه سخان المراية وايضا فيه سخان الجدار الفاصل وفيه هنا مجموعة الدويل او مجموعة كابينة بتاعة التلاجة اللي هي المقصود بيها اللمبة اللي بتعمل على اضاءة الكابينة والمفتاح زوء الزر الضاغط طيب احنا قلنا فيه عندنا سخانين سخان المراية وسخان الجدار الفاصل لما نيجي نتكلم عن دول بالذات وحبي تنوه لابنائنا الطلاب ان الفرق بين سخان المراية وسخان الجدار الفاصل ان سخان المراية المقصود به او المراية بصفة عامة هي المقصود بها ايه المراية دي زي ما احنا قلنا قبل كده ان المراية هو جزء اضافي من مواسير المبخر بيتم ادخاله الى حيز الكابينة بيتم من خلاله تبريد حيز المأكولات اللي بيكون موجودة عندي ليه لان من ضمن مميزات السلاجة المركبة هو عزل او فصل حيز التبريد عن حيز التجميد طيب اما نقول يا مصطر الفصل بتاع حيز التبريد عن حيز التجميد ايه اللي هيعمل تبريد والتبريد دي هيحدث ازاي في حيز الكابينة او في حيز حفظ المأكولات هنقولك الكلام ده من خلال المراية اللي هو الجزء الاضافي اللي موجود من مواسير المبخر بيعمل على تبريد المأكولات والمشروبات اللي موجودة في حيز الكابينة طيب يبقى إذن جزء إضافي من مواسير المبخر يبقى إذن هيكون في سقيع وهيكون في تلج محتاج أنني أعمل عملية إزابة للتلج من فترة لأخرى يبقى إذن فكان من الضروري تواجد سخان يطلق عليه سخان المراية فإدته الأساسية تعمل على إزابة السلج الموجود على حيز المراية أو في حيز حفظ المأكلات اللي بيكون موجودة عني طيب السخان الآخر هو سخان الجدار الفاصل ليه سخان الجدار الفاصل؟ لأنه بيفصل حيز التبريد عن حيز التجميد بمعنى أن ما يحدث أي تأثر في درجة الحرارة سواء كان من حيز التبريد أو من حيز التجميد أي أن كل حيز بيكون منفصل بذاته لذلك كان من الضروري تواجد سخان يطلق عليه سخان الجدار الفاصل هذا السخان يعمل على فصل حيز التبريد عن حيز التجميد اللي بيكون موجودة عندي وده طبعا بيعمل بصفة دائمة بالنوة لكم أن ده بيشتغل بصفة دائمة عندي اللي هو سخان الجدار الفاصل لأن عشان يفصل لي حيز التبريد عن حيز التجميد طيب دي بالنسبة للدائرة الكهربية اللي احنا شفناها الخاصة بالإيه طب تعالوا نشوف المكونات اللي احنا لسه إلينا بطريقة نظرية ودائما نشوف هنا كده دي المكونات أو حبينا نحط صورة نوضح فيها المكونات اللي عندي اللي بتبقى بالصورة الحية أو الصورة العملية اللي عندي الشكل يوضح دي قادي محرك الضغط هو بيبقى من الوجه المشتور من الداخل زي بقى هنشوفه وإن شاء الله في حلقتنا برضو ودي الشكل العام للرليء الذي يعمل بتأسير الطيار ودي الترمستات اللي هو من النوع زي الانتفاخ الحساس ودي الأوفرلود اللي هو قطع وقاية من زيادة الحمل ودي اللمبة ودي الزر الضغط الخاص بإيه بفصل الدائرة أو توصيل الدائرة عن حيز الكابينة لإضاءة حيز الكابينة اللي عندي طيب تعالوا نشوف أيضا مكونات الدائرة بقى اللي احنا لسه عيلنا بطريقة نظرية رقم واحد هنقول محرك الضغط وهو من النوع زي الوجه المشتور زي مكسف البد اتنين ريلي بدء الحركة الذي يعمل بتأسير الطيار ثلاثة الأوفرلود اللي هو قاطع وقاية من زيادة الحمل وهو من نوع الازدواج المعدني أربعة سخان مبخر الكابينة وهو عبارة عن سلك رفيع معزول كهربيا خمسة الترمستات وهو مفتاح من النوع العادي زو انتفاق حساس ستة سخان الجدار الفاصل وطبعا احنا قلنا عليه ونوهنا عليه فائدة الأساسية فصل حيز التبريد عن حيز التجميد مجموعة الإضاءة بالكابينة اللي هي اللمبة والمفتاح والدوايا أو الدول الخاص بالإيه الخاص بإضاءة الكابينة طيب ده شكل حبينا برضو نوريكه أشكال من المحركات الكهربية وهي مفتوحة عملنا قطاع فيها أدي شكل العام للمحرك اللي بيكون موجود عندي ودي الجزء الكهربي الجزء الكهربي هو العضو السابت اللي احنا شايفينه دلوقت اللي موجود اللي بيجعله نوعين من الملفات وهي ملفات التشغيل ودي ملفات التقويم ودي العضو الدائر اللي هو مسؤول عن نقل الحركة عندي إلى الجزء الميكانيكي الخاص بالضاغط عشان يعمل على عملية ضغط الغاز يبقى إذن هنا إذا ما احنا شايفين قطاع المحرك وضحنا فيه الشكل وده قطاع آخر برضو وضحنا فيه هنا الشكل العام للمحرك الضغط بتاع التلاجة اللي موجود عندي ودي العضو الدائر وأيضا العضو السابت وهنا الشكل الثالث هنا موجود فيه جمعنا فيه الملف أو جمعنا فيه العضو الدائر مع العضو السابت مع الجزء الميكانيكي الخاص بإيه بضغط الغاز اللي بيكون موجود عندي دي أشكال مختلفة لمحرك الضغط بتاع التلاجة حبينا نوريها لأبناءنا الطلاب من الداخل عشان يعرفوا الشكل العام للضغط إزاي من الداخل لو أي طالب من الطلاب ما شافوش في أي مكان ننتقل أيضا إلى إيه؟ دي الشكل الرليه دي الشكل العام للرليه أيضا وهو الرليه اللي بيعمل بتأثير الطيار اللي فائدته الأساسية فصل ملفات التكويم عندما تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المكررة وأيضا دي شكله من الخلف وضح بنا نوضحها وعشان يبقى الطالب يعرف برضو الشكل العام للرليه ودي الشكل العام للأوفرلود وهو قاطع وقية من زيادة الحمل وطبعا دي غالبا بيبقى إيه؟ ملامس لجدار الضغط عشان يحس بدرجة حرارة الضغط بالإضافة إنه ممكن يفصل الدايرة لما يزيد الحملة عندي أو يزيد الأمبير على محرك الضغط ودي الشكل العام للمحرك ودي المجموعة اللي هي بتتكون من الرليه والأوفرلود وكيفية تكوينها أو كيفية هنا تركبها خارج المحرك عن طريق البنوز البنوز دي طبعا هنا ما حتطلق السي اللي هي النقطة اللي فوق والإس والإم وممكن النقطة دي تتغير على حسب نوع المحرك اللي عندي ده بالنسبة للمحرك طب تعالوا نشوف الرليه برضو كل ده إحنا بنعمل عملية مراجعة بسيطة جدا على الدائرة الكهربية على أساس إنه إحنا نبقى عارفين إنه نظرية عمل الدوائر أو الأجزاء الكهربية الموجودة بالتلاجة أو أي جهاز تبريد هي غالبا بتبقى نفس نظرية العمل الشكل الأول اللي احنا شايفينه في الصناع عند وضع الرليه الذي يعمل بتأثير الطيار ونشوف هنا الشكل العادي في وضع الفصل لما بوصل الطيار الكهربية عندي يا شباب إيه اللي بيحصل هنا توصيل الطيار الكهربية في الشكل رقم واحد بيتكون مجال مغناطيسي في الملفات اللي بيكون موجودة عندي ما احنا قلنا هنا بيتكون من ملفات أيضا من سلك من النحاس المعزول بالورنيش زي ما شفناهم المجال المغناطيسي ده هيعمل على جذب القلب الحديدي ودفعه إلى أعلى بقوة بيكون أكبر من قوة الياي أو السستة اللي بيكون موجودة عندي هنا فتعمل على توصيل نقطة التلامس المتحركة بنقطة التلامس السابتة وبالتالي بيتم توصيل الطيار الكهربية إلى محرك أو إلى ملفات التقويم اللي عندي فيدور المحرك لما تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المقررة اللي بيحصل هنلاقي إن طيار البدء اللي عندي بيقل وبالتالي أما طيار البدء بيقل المجال المغناطيسي اللي بيكون موجود عندي هيقل فطبعا الإقلال في المجال المغناطيسي هيأدي إن قوة الياي هتكون أكبر من قوة الياي المغناطيسي فهتعمل على دفع القلب الحديدي إلى أسفل بيتحرك معه نقطة التلامس المتحركة وبالتالي بيفصل الطيار عن ملفات التقويم زي ما إحنا شفنا في الشكل اللي عندي طيب الشكل الآخر بيوضح لي شكل الأوفرلود وقلنا أن الأوفرلود أو قطع الوقاية من زيادة الحمل بيكون من نوع الإزدواج المعدني الإزدواج المعدني عبارة عن شريحتين بيكون شريحة من حديد وشريحة أخرى من نحاس أو أي معدن آخر لأن إحنا ليه حطينا شريحتين مختلفين لأن كل شريحة بيبقى لها معامل تمد طولي وتأثر بدرجة الحرارة بطريقة مختلفة عن المعدن الآخر وبالتالي بيسهل في عملية التوصيل أو الفصل اللي عندي الوضع العادي هنا بيكون في وضع التشغيل أو في وضع التوصيل العادي بيتم توصيل الطيار الكهربي فمن خلال الترمستات بيتم توصيل الطيار الكهربي إلى محركة ضاغط لما ترتفع درجة الحرارة أزيد من اللازم أو الحمل اللي عندي بيزيد هنلاحظ في الشكل رقم 2 أن شريحة الإزدواج المعدني بتتقوص لأعلى وهذا التقوص يؤدي إلى رفع أو بترفع معها نقطة التلامس المتحركة فبتفصلها عن نقطة التلامس السابتة وبالتالي بتقطع الطيار الكهربي عن محركة ضاغط ويبقى بكده إحنا حمينا محركة ضاغط سواء كان من ارتفاع الزائد في درجة الحرارة أو من زيادة الحمل اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا بقى نشوف شكل الترمستات أيضا دي الشكل العام أو أشكال مختلفة بتوضح الصورة الحقيقية لترمستات التلاجة اللي عندي وهو من نوع أيضا زي ما إحنا قلنا من نوع الانتفاخ الحساس زي ما إحنا شفنا ده انتفاخ حساس ومشهورة سعرية ودي أشكال مختلفة على حسب نوع وتصميم التلاجة بيتم تركيب كل ترمستات من الترمستات الموجودة عندي دين طيب تعالوا بقى هنا نشوف نظرية عمل التلاجة أو نعرف نظرية عمل التلاجة لابد أما نيجي نقسم أي جهاز كهربي عندي بطريقة ثالثة عشين نفهم نظرية العمل هنقول الأول تلات حاجات أساسية بيتم من خلالها شرح نظرية العمل الحالة الأولى هي عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة والحالة الثانية هي عندما تنخفض درجة الحرارة بالسلاجة والحالة الثالثة وهي عند زيادة الحملة أيضا اللي بيحصل طبعا في حالات أخرى بس ديء الحالات الأساسية اللي بتبنى عليها أي نظرية عمل أي جهاز كهربي أيا كان نوعه يبقى عندما ترتفع درجة الحرارة وعندما تنخفض درجة الحرارة وأيضا عند زيادة الحمل في أيضا حاجات أساسية أنه ممكن أنا ممكن أفصل التلاجة يدوية ممكن أفصل الترمستات اللي عندي يدويا دي إيه الحالات بس دي محالات ما بتبقاش أساسية في إيه في كل جهاز كهربي طيب تعالوا مع بعض نشوف يبقى إحنا أسامنا نظرية العمل إليه أولا هنقول عندما ترتفع درجة الحرارة داخل حيز التلاجة طيب أما نيجي نقول هنا زي في الشكل اللي موجود أمامي هنا عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة اللي هو بنقول عليه إيه يا شباب وضع التبريد أو وضع التشغيل يبقى هنا عندما ترتفع درجة الحرارة محتاج أن أنا شغل التلاجة والله أفصل الله هنقول يا مصطر محتاجين أن احنا نشغل التلاجة لأن فكرة التلاجة أو الغرض منها هو التبريد والتبريد قائم على انخفاض درجة الحرارة يبقى هزا هنا أما ارتفع درجة حرارة محتاجة أن أشغل التلاجة اللي عندي يبقى هنقول عندما ترتفع درجة الحرارة إيه اللي بيحصل يا شباب بيتم توصيل الطيار الكهرابي من خلال الخط العمومي إيه اللي والإن اللي عندي فيتم توصيل الطيار الكهرابي من خلال الترمستات إلى محرك إلى الأوفرلود ثم إلى محركة ضاغط ومن الطرف الآخر بيتم توصيل الطيار الكهرابي من خلال الرليزة ما إحنا لسه شرحين أنه بيتكون مجال مغناطيسي بيجذب القلب الحديد فيتم توصيل نقطة التلامس أما بيتم توصيل نقطة التلامس بيتم توصيل الطيار الكهربي إلى ملفات التقويم وعندما تصل سرعة المحرق 75% من السرعة المقررة بيقوم الرلي بفصل ملفات التقويم من الدائرة بينما تستمر ملفات التشغيل في الدوران وزي ما إحنا شايفين أن سخان الجدار الفاصل بيعمل بصفة دائمة زي ما شايفين في الصورة الموجودة عندي ليه؟ لأنه عشان يفصل حيز التبريد عن حيز التجميم طيب تعالوا نشوف كده إزاي نكتب نظرية العمل عندنا بالطريقة اللي أنا لسه أيلها بالشكل النظري هنقول عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة يعمل الترمستات على توصيل الطيار إلى ملف الرلي فينتج عنه مجال مغناطيسي يعمل على جذب القلب الحديدي فيعمل القلب الحديدي على توصيل نقطة التلامس فيتم توصيل الطيار إلى ملفات التقويم مع ملفات التشغيل وطبعا بيدور المحرك وبعد أن تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المقررة يقل المجال المغناطيسي فيقوم الرلي بفصل ملفات التقويم من الدائرة وتستمر ملفات التشغيل في الدوران تبديع عندما ترتفع درجة الحرارة تعالوا نشوف الوضع أيضا عندما تنخفط درجة الحرارة هنقول يا مستر عندما تنخفط درجة الحرارة محتاج أنني أفصل الطيارة عن محركة ضاغط يبقى إذن الأمر كله هيتعلق بإيه؟ بالترمستات يبقى هنقول عندما تنخفط درجة الحرارة داخل التلاجة بتفتح نقط تلامس الترمستات زي ما هنشوف في الصورة كده أيضا شوف الوضع العادي كنقط التلامس الترمستات مقفولة إنما أما بتنخفض درجة الحرارة والترمستات بيحس بدرجة الحرارة اللي هو المضبوط عليها بتبتدي تفتح نقط التلامس زي ما إحنا شفنا وبالتالي فهذا الفتح في نقط التلامس بيؤدي إلى قطع الطيار إلى محلفات محركة ضاغط فبالتالي بيتم فصل الطيار الكهرابي عن محركة ضاغط يبقى إذن عملية أو تقترن عملية انخفاض درجة الحرارة بالترمستات اللي موجود إيه عندي تعالوا إزاي نكتبها عندما تنخفض درجة الحرارة بالسلاجة تفتح نقط تلامس الترمستات فانقطع الطيار عن المحرك ويصل إلى سخان المراية عن طريق المقاومة فيعمل السخان على إزابة السقيع المتكون على سطح مبخر الكابينة واللي هي المراية اللي احنا قلناها يبقى إذن هنا السخان بيفصل الطيار زي ما هنشوف هنا كده السخان لو فصل الطيار عن محركة ضاغط بيتم توصيل الطيار الكهرابي إلى سخان المراية اللي يعمل على إزابة السقيع اللي موجودة عندي يبقى إذن بيفصل المحرك وبيتم توصيل الطيار إلى إيه إلى سخان المراية اللي موجودة عندي طيب هنا بقى بديجي نقول النقطة التالتة اللي هي عندما أو عند فصل الترمستات يدويا بيتم فصل الطيار الكهرابي عن التلاجة وطبعا يدويا الترمستاد بيشتغل هنا او بمثابة مفتاح يده ويتم من خلاله فصل الطيار الكهرابي عن التلاجة في حالة لقدر الله ان في اي عطل او انا حاسس ان التلاجة عندي ما بتفصلش فبالتالي ببتدي اتصرف حتى لان الفصل في الترمستاد ده بيعمل على حماية الضغط عندي من الاحتراق او ارتفاع درجة الحرام النقطة الرابعة والمهمة اللي هي عند تجاوز طيار المحرك الطيار المقرر له يقوم الاوفرلود بفصل الطيار عن محرك الضغط لحماية الملفات من الاحتراق نتيجة ايه يا شباب نتيجة زيادة الحمل طيب تعالوا نشوف الشكل العام عندي او الدائرة الكهربية طيب احنا قلنا عملية زيادة الحمل بتقترم بايه هنقول يا مستر بتقترم بالاوفرلود اللي هو قاطع وقاية من زيادة الحمل اللي بيفصل الدائرة لما ترتفع درجة الحرارة او يزيد الحمل اللي موجود عندي داخل الايه داخل الدائرة طيب تعالوا نشوف وضع الاوفرلود شوف الوضع الاخر كان في الوضع العادي الاوفرلود عندي موصل فبالتالي بيسمح بمرورة طيار كهربية الى محرك الضغط ولكن اما الحمل يزيد ازيد من اللازم او ارتفاع في درجة حرارة المحرك بتفتح نقط تلامس الاوفرلود او قاطع الوقاية من زيادة الحمل فيعمل على فتح الطيار الكهربية الى ايه الى محرك الضغط وبالتالي بيحمي الضغط عندي من الاحتراق او من زيادة الايه الحم ده بالنسبة الايه للدائرة الكهربية للتلاجة التي يتم ازابة السقيع بها يدويا ننتقل الى دائرة اخرى وهي الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم ازابة السقيع بها اوتوماتيكيا طب ممكن احد ابنائنا الطلاب يقول يا مستر ما هو الفرق بين الدائرة التي يتم ازابة السقيع بها يدويا والدائرة التي يتم ازابة السقيع بها اوتوماتيكيا وطبعا ده هنتطرق لي بالتفصيل في حلقات قادمة ان شاء الله في مادة تكنولوجيا التبريد طيب بس في عجالة هنقول الفرق بين الاثنين ان التلاجة اللي بيتم بها ازابة السقيع يدويا هيديا بيبقى عليها كميات من التلجة او بيتواجد عليها كميات كبيرة من التلجة بيكون داخل حيز التجميد بالاخص وبالتالي هنا لازم بيتم عملية ازابة للتلجة بطريقة يدويا بينما التلاجات الاوتوماتيكية دي التلاجات اللي احنا بنطلق عليها في الاسواق اللي هي تلاجات النفرست المقصود بها انها تلاجات بتعمل عملية خفض او تجميد المأكلات والمشروبات وايضا بدون تلجة بيكون موجودة عندي وطبعا عشان بيبقى العملية دي تتم ويحصل ان التلاجة بتعمل على عملية التجميد بدون تلج المأكلات والمشروبات لازم يكون متواجد اجزاء اضافية ادخلناها على التلاجة هذه الاجزاء هي اللي بتحقق الميزات الاضافية اللي هي بتعمل مثلا زي ما احنا قلنا على تبريد حيز المأكلات وايضا تجميد حيز التجميد بدون وجود اي مكان للتلج اللي عندي طيب تعالوا نشوف الدائرة الكهربية بتتكون من ايه زي ما احنا شفنا هنا اه اه ادي الدائرة الكهربية اه هنقول يا مصطر هنا دخل مجموعة من الاجزاء الاضافية بيتم ادخالها بتعمل على حماية الدائرة الكهربية وايضا كل مني اعوز ميزة اضافية لازم احط اجزاء اضافية طيب الوضع الاولاني والاساسي هو محرك الضغط زي ما قلنا في الدائرة اللي فاتت محرك الضغط بيكون ايضا من النوع زوء الوجهة المشتور وبيتكون ايضا من ايه من نوعين من الملفات ملفات تقويم بتأوم المحرك ثم تنفصل من الدائرة بفعل الاي الرلي الذي يعمل على فصل ملفات التقويم عندما تصل سرعة المحرك 75% من ايه من السرعة المكررة اه على الجانب الاخر النوع الاخر من الملفات وهي ايضا ملفات التشغيل وهي الملفات الرئيسية اللي بتستمر في دوران المحرك اللي عندي الاوفرلود وهو قاطع الوقاية من زيادة الحمل وبيفصل طيار الكهربي عن المحرك عند زيادة الحمل او عند ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بالمحرك طيب تعالوا هنا نشوف ايضا هنا دخلنا حاجات اضافية جديدة زي مثلا طبعا هنا المحرك بتكون سعة التلاجة بتكون اكبر فالمحرك او المكسف اللي عندي بيكون من النوع لهواء الجبري لذلك هواء جبري بوسطة مروحة فلازم يكون في محرك لمروحة المكسف زي ما احنا شايفين في الدائرة الكهربية ايضا هنا جزء مهم جدا واساسي علشان عملية اذا بتصقيع بدريقة اوتوماتيكية او عملية النفرست عندي المحرك هو نلاقي هنا حيز التجميد بيكون في مروحة المروحة دي بتعمل على توزيع الهواء المتواجد داخل حيز التجميد وبالتالي بتعمل على تبريد او تجميد المأكولات بطريقة اسرع وفي نفس الوقت بدون وجود اي مكان للتلج اللي بيكون موجود ايه عندي طب احنا ملاحظين حاجة هنا ايضا ان في مفتاح مفتاح زي زر ضغط زي مفتاح باب التلاجة المفتاح ده كتير من ابنائنا الطلبة بيسأل بيقول يا مستر هو المفتاح ده فايدته ايه اوش معنى مفتاح لمحرك مروحة المبخم احنا ما نيجي نفتح حيز المأكولات وحيز المشروبات والمروحة شغالة او حيز التجميد بصفة عامة بالاخص بتكون المروحة شغالة وبالتالي احنا عارفين ان المروحة بتعمل على دفع الهواء اللي عندي فعند فتح باب المجمد اللي عندي او فتح باب حيز التجميد هتقوم المروحة بدفع الهواء البارد خارج المكان وبالتالي هيخرج هواء البارد بسرعة وهيدخل مكانه هواء ساخن آخر هيعمل على زيادة الحملة على محرك الضغط وهيعمل على زيادة الفترة اللي بيشتغل فيها محرك الضغط أو بتشتغل فيها التلاجة لذلك كان من الضروري وجود مفتاح زر ضغط هذا المفتاح بيفصل الطيارة عن محرك مروحة المبكر عند فتح الباب مباشرة كما هو الحال في فتح باب التلاجة اللي بيكون موجود عندي يبقى إذن دوله فايدة كبيرة جدا إنه بيفصل المروحة أو بيفصل محرك المروحة اللي عندي لما جاي أفتح الباب بالخاصة بالفريزر أو الخاصة بحيز التجميد اللي عندي ليه عشان ما يخرجش الهواء خارج المكان وبدخل الهواء تاني وبيعمل لي عملية أو حملة جديد تاني ننتقل إلى مكون جديد وهو بنطلق عليه المؤقت الزمني أو الطيمر المؤقت الزمني أو الطيمر وهذا المؤقت لما نيجي نعرفه أما نيجي نقول هنقول المؤقت الزمني دي فايدوته إي يا مصدر المؤقت الزمني له فائدة كبيرة جدا داخل التلاجات وداخل الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة إنه هو طبعا لما نيجي نعرفه أو ما نيجي نقول هنقول هو مفتاح هذا المفتاح تتغير حالته من التوصيل إلى الفصل على حسب الزمن لأن ما نيجي نقول هنقول يا مصدر ما هو الترمستات أيضا مفتاح تتغير حالته من التوصيل أو الفصل ولكن بيختلف هذا عن ذاك إن الترمستات مفتاح تتغير حالته من التوصيل أو الفصل على حسب ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة يبقى الترمستات معني بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة بينما المؤقت الزمني هو معني هنا بالزمن أنا بظبطه على وضع معين أو بظبطه على فترة زمنية معينة هذه الفترة الزمنية بيتم فصل الطيار عن محرك الضغط وأيضا زي ما هنشوف في الدائرة الكهربية وبيتم توصيل الطيار الكهربي إلى السخانات أو مجموعة السخانات اللي بتعمل على إذابة التلج بطريقة أوتوماتيكية ده بالنسبة للمؤقت الزمني زي ما شايفين عندنا في الدائرة الكهربية زي ما احنا شايفين بيتكون من أربع نقاط أساسية هنا المحرك زي ما احنا شايفين داخله طيار الكهربي والمحرك دي النقطة ثلاثة ودي النقطة أربعة ودي النقطة إيه اتنين طيب يبقى دي واحد اتنين تلاتة أربعة هنقول فايدة النقطة دي إيه لو احنا جينا شوفنا في الوضع العادي اللي موجود عندي هنا هنلاقي ان الطيار متصل أو النقطة التلامس دي اللي بتتحرك عن طريق المحرك محرك ده ممكن يوصلها لي من تلاتة يبقى إذن تلاتة دي هي أساسية ممكن يوصلها إما بأربعة أو إما باتنين هنقول بتفرق في مصطر النقطة تندول هنقول بتفرق أن من النقطة ثلاثة للنقطة أربعة بيتم توصيل الطيار الكهربي مباشرة إلى محرك الضغط زي ما احنا شايفين يبقى إذن ده في وضع التبريد ولكن إذا تحركت النقطة من النقطة ثلاثة إلى النقطة اتنين هنا هيقطع الطيار الكهربي زي ما هنشوف في تسلسل نظرية العمل هيقطع الطيار عن محرك الضغط وهيتم توصيل الطيار الكهربي إلى مجموعة السخانات الكهربية اللي موجودة عندي ده بالنسبة للمؤقت الزمني وأيضا هنا في سخان زابط السقيع زي ما احنا شوفنا وفي أيضا هنا الترمستات خاصة بالسخان زابط السقيع اللي بيعمل على فصل السخان عندما ترتفع درجة الحرارة أزيد من اللازم اللي بيكون موجودة عندي وأيضا هناك زي ما احنا شايفين الترمستات وهذا الترمستات برضو من نوع الانتفاخ الحساس اللي بيكون موجود عندي وأحيانا بيتم تركيب ترمستات بنطلق عليه في الأسواق ترمستات ثلاثة طرف لأنه بيوصل الطيار الكهربي لمحركة ضاغط بطرف وبيوصل الطيار الكهربي للترمستات للسخان عفوا بطرف والطرف الآخر هو طرف مشترك بين المكونين اللي عندي وهنا اللمبة ومفتاح اللمبة أو مفتاح إضاءة الكابينة اللي موجودة عندي وأيضا سخان الجدار الفاصل وزي ما احنا قلنا سخان الجدار الفاصل بيعمل بصفة دائمة فائدة الأساسية فصل حيز التبريد عن حيز التجميد اللي بيكون موجود عندي دي بالنسبة للمكونات الأساسية للدائرة الكهربية التي يتم إزابة السقيع بها يدويا طيب تعالوا نشوف أيضا إزاي بقى نبتدي نقسم نظرية العمل أو نشوف مكونات الدائرة اللي احنا لسه ذكرينها الأول رقم واحد محركة ضاغط وهو من النوع زوء الوجه المشتور اتنين ريلي بدء الحركة اللي يعمل بتأثير الطيار أيضا ثلاثة الأوفرلود وهو قاطع وقاية من زيادة الحمل وهو من نوع الازدواج المعدني أربع الترمستات وهو مفتاح من نوع العادي زوء الانتفاخ الحساس خمسة محرك مروحة المبكر وهو من النوع الاستنتاجي زوء القطب المزلل رقم ستة محرك مروحة المكسف وهو من النوع الاستنتاجي اللي احنا لسه يليناه زوء كبسطر تشغيل وبيعمل بإيه بصفة دائمة المؤقت الزمني وإحنا قلنا أيضا وما نيجي نعرفه وهو مفتاح تتغير حالته من التوصيل أو الفصل على حسب الفترة الزمنية المضبوط عليها لذلك بنقول لك هو لإيه المؤقت الزمني لإزابة السقيع وهو من النوع الإيه القلاب نتيجة إيه إن نوعة التلامس عندي بتختلف من وضع إلى آخر سخان إزابة السقيع وهو عبارة عن سلك رفيع معزول قهربيا هذا السخان موضوع داخل الأنبوبة ليه عشان بيتعزل طبعا من طبعا إحنا عارفين إن حيز الكبينة أو إزابة السقيع بصفة عامة بتبقى كلها مية فبالتالي لازم السخان بيبقى معزول داخل الأنبوبة وغالبا أو في معظم الإستيلات بتبكون الأنبوبة دي من الزجاج اللي عندي عشان يبقى السخان عندي مرئي بس زجاج حراري ترمستات إزابة السقيع وهو من النوع الإزدواج المعدني رقم 10 مفتاح باب حيز التجميد رقم 11 مجموعة إضاءة الكبينة طيب تعالوا بقى نشوف نظرية العمل اللي عندي إحنا قلنا علشان نقسم نظرية العمل لازم بنقسم نظرية العمل على حسب المؤقت الزمني يبقى هنا يا شباب أما نيجي نقولك نظرية العمل هنقول يا مصدر نظرية العمل بتنقسم إلى قسمين أساسيين في حالة عندما يكون المؤقت الزمني في وضع التبريد رقم 2 عندما يكون المؤقت الزمني في وضع إزابة السقيع وطبعا هنا أما يكون المؤقت الزمني في وضع التبريد بتندرج إلى نظرية العمل المعتادة اللي هي عندما ترتفع درجة الحرارة وعندما تنخفض درجة الحرارة وعند زيادة الحمل أو عند فصل الترمستات يدويا زي ما احنا قلنا في الدائرة السابقة طيب أما نيجي هنا المؤقت الزمني في وضع إزابة السقيع إيه اللي بيحصل يا مصدر هنقول أن طبعا احنا قيلين أن المؤقت الزمني من النوع القلاب هيبتدي من خلاله وهنشوف إزاي الطيار بيتم فصله عن محرك الضغط ويتم توصيل الطيار الكهربي إلى مجموعة السخانات التي تعمل على إزابة التلج المتكون على سطح حيز التبريد أو حيز التجميد اللي بيكون موجودة عندي ديا بالنسبة لنظرية العمل يبقى لازم نأسمها لأنها بتختلف عن التلاجة اللي بتعمل بطريقة يدوية أو بيتم إزابة السقيع بطريقة يدوية هي فيها الحاجات اللي احنا قلناها عندما ترتفع درجة الحرارة وعندما تنخفض درجة الحرارة وعند فصل الترمستات وعند زيادة الحمل ولكن هنا نظرية العمل بتبنى أو بتقسم على حسب وضع المؤقت الزامني ووضع المؤقت الزامني أولا هناخده في وضع التبريد وهنشوف فيه إزاي بيتم التحول من الارتفاع لانخفاض درجة الحرارة أي طيب تعالوا نشوف النوع الأول وهو عندما يكون المؤقت الزامني في وضع التبريد طيب زي ما احنا شفنا كده هذه الدائرة الكهربية اللي احنا لسه ذكرينها ممكن طالب يقول لي يا مستر انت جبت مروحة المكسف فيها كات موجودة وانا تعرضت للسؤال ده قبل كده لأبناءنا الطلاب أيضا ان مروحة المكسف في الحالة دي محرك مروحة المكسف موجود داخل هنا الدائرة ولكن هو موجود في الدائرة موجود خارج بعد المحرك هي الدائرة الكهربية واحدة ما بتختلفش هنا المحرك جاي له أرضي وكهرباء وبالتالي هيشتغل فإذا حتى لو موجود هنا خارج المحرك هيجي له أرضي وكهرباء أيضا فهيشتغل عشان برضو تبقى الصورة واضحة لأنه يهمني وضع المحرك هو وضع واحد أو طريق التوصيل ووحدة ولكن ممكن احطه هنا يبقى إذن جاي لي أنا معنى إني دخلي للمحرك أرضي وكهرباء يبقى إذن في الحالة برضو الأخرى هيدخلي للمحرك أرضي وكهرباء طيب زي ما احنا شايفين عندما يكون المؤقت الزمني في وضع التبريد اللي بيحصل بيتم توصيل الطيار الكهرابي من خلال الخط اللي إلى الترمستات وطبعا هتكون في الطبيعي نقط تلامس الترمستات مأفولة فهتعمل على توصيل الطيار الكهرابي إلى الطايمر أو المؤقت الزمني ليتم نقل الطيار الكهرابي من النقطة 3 إلى النقطة 4 ليتم توصيل الطيار الكهرابي إلى الأوفرلود أو قاطع الوقاية من زيادة الحمل ومنه إلى محرك الضغط ومن الطرف الآخر أيضا بيتم توصيل الطيار الكهرابي من خلال الخط إلى الرلي وزي ما قلنا أن الرلي نقطة تلامس بيتكون مجال مغناطيسي في الملفات فيعمل على جزب القلب الحديدي فيتم توصيل نقطة تلامس السابتة بالمتحركة فيدخل طيار إلى ملفات التقويم وبالتالي بيعمل المحرك ولما تصل سرعة المحرك أيضا 75% من السرعة المقررة اللي بيحصل المجال المغناطيسي اللي موجود على ملف الرلي بيقل فبيبتدي تفتح نقطة تلامس وبيتم فصل الطيار الكهرابي عن ملفات التقويم وبينما تستمر ملفات التشغيل في الدوران ودي سخان الجدار الفاصل بيعمل بصفة دائمية زي ما ذكرنا ده في وضع عندما يكون المؤقت الزمني في وضع التبريد هيتعالوا نشوف إزاي نكتبها عندي أو عندما ترتفع درجة الحرارة تعالوا نشوف إزاي نكتبها في الكراسة اللي عندي أولا المؤقت الزمني في وضع التبريد رقم واحد عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة يعمل الترمستات على توصيل الطيار الكهرابي إلى مرف الرلي فينتج عنه مجال مغناطيسي فيعمل القلب الحديدي على توصيل نقطة التلامس فيتم توصيل ملفات التقويم مع ملفات التشغيل فيدور المحرك وبعد أن تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المقررة اللي بيحصل بيقل المجال المغناطيسي فيقوم الرلي بفصل ملفات التقويم من الدائرة وتستمر ملفات التشغيل في الدوران زي ما إحنا لسه شايفينها على وضع الرسم طيب تعالوا ننتقل إلى جزء آخر من نظرية العمل وننوه لأبنائنا الطلاب أن إحنا لسه المؤقت الزمني في وضع التبريد بس في هذه الحالة عندما تنخفض درجة الحرارة بقى طيب هنقول يا مستر عندما تنخفض درجة الحرارة اللي بيحصل الكلام ده زي ما ذكرنا سابقة معني بالترمستات هبّ عندما تنخفض درجة الحرارة بتفتح نقط تلامس الترمستات زي ما إحنا شايفين هبيه توضح وميز الوضع المكون اللوه المسئول عن فصل طيارة الكهرابي وعن الضغط هنا في الوضع العادي بيتم توصيل الطيارة الكهرابي مباشرة ولكن هنا لو أنا جيت ارتفع الدرجة الحرارة بتفتح نقط تلامس الترمستات فيتم فصل الطيارة الكهرابي اللي عندي عن ايه؟ المؤقت الزمني ومنه عن محرك الضغط اللي بيكون موجود عندي ده بالنسبة لما ترتفع درجة الحرارة بالشكل العام او الشكل اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا نشوف ازاي نكتبها يبقى هنقول هنا عندما تنخفض درجة الحرارة بالسلاجة تفتح نقط تلامس الترمستات فينقطع الطيار عن المحرك فيتوقف عن الضوران وايضا الجزء الثالث والاساسي في نظرية العمل عند تجاوز طيار المحرك الطيار المقرر له اللي بيحصل يقوم الاوفرلود بفصل الطيار عن محرك الضغط لحماية المحرك طبعا او حماية الملفات من الاحتراق نتيجة زيادة الحمل وكذلك لسخونة ايه لسخونة محرك الضغط زي ما احنا لسه ذكرينها وده مهمة قاطع الوقاية يبقى ازا عندما ترتفع درجة الحرارة دي الوضع الطبيعي اللي عنده بشغل فيه التلاجة عندما تنخفض درجة الحرارة يبقى الوضع معنى بالترمستات عنده تجاوز الطيار الطيار المحرك الطيار المقرر له يا شباب يبقى الوضع معنى بايه معنى بالاوفرلود او قاطع الوقاية من ايه من زيادة الحمل طيب ننتقل الى عنده تجاوز الطيار المحرك الطيار المقرر له هنشوف هنا شكل الرسمة هيختلف دلوقتي عنده تجاوز طيار المحرك اللي احنا لسه قيلنا بتاعت الاوفرلود بس نشوفها بقى على الدائرة الكهربية احنا قلنا الوفرلود معنى بايه اه او تجاوز الطيار معنى بالوفرلود طيب تعالوا نشوف كده نوقة تلامس الوفرلود كانت في الوضع العادي هنا مغلقة ولكن في الوضع اما يحصل تجاوز للطيار عندما ترتفع درجة الحرارة المحرك او المحرك ياخد انبير زيادة نتيجة ضغط كهرباء بيكون ضعيف ولا حاجة فبنلاقي هنا نوقة تلامس الريلي او نوقة التلامس عفوا بتاعة الوفرلود بتفتح وبالتالي بيفصل لي الطيارة كهربية عن ايه عن محرك الضغط لحمايته طيب ننتقل الى جزئية اخرى وهي عندما يكون المؤقت الزمني في وضع اذابت السقيع لو احنا ملاحظين ان في الوضع العادي او الوضع انما في وضع التبريد هنلاقي ان نوقة التلامس متصلة من 3 الى 4 ولكن هنا في الوضع او في وضع اذابت السقيع اللي بيحصل طبعا المؤقت الزمني انا المؤقت الزمني اللي هنا فايدته الاساسية زي ما انا قلتلك ان بيفصل حالة ويوصل حالة عن طريق الزمن يبقى الجزء المعني به هو الزمن فقط ولكن هنا اما نجي نقول المؤقت الزمني هنقول انه هو فصلي من النقطة 3 الى النقطة 4 زي ما احنا شايفين او من نقطة 3 عفوا الى النقطة 2 يبقى فصل الطيارة الكهربية عن محرك الضغط ووصل لي الطيارة الكهربية الى مجموعة السخانات التي بدورها بتعمل على اذابت السلج او السقيع المتكون على زعانف او اسطح ايه المبخر سواء كان المراية او سواء كان مبخر حيزي التجميد زي ما احنا بنقول طيب هنقول السخان يا مستر ممكن طالب من ابناءنا الطلاب يسأل يقول له السخان انا مركب طيمر او فيه طيمر في قلب التلاجة اللي هو معقد زمني طيب انا حاطي الترمستات ليه الترمستات خاص بالسخان لان الطيمر هو معني بالفترة الزمانية فقط وليس له علاقة او غير معني سواء كان بارتفاع او انخفاض درجة الحرارة زي ما احنا قلنا نركز هو مفتاح بتتغير حالته من التوصيل الى الفصلة على حسب الفترة الزمنية ولكن هنا انا مركب السخان ومركب ليه ترمستات عندي علشان يحس بدرجة حرارة السخان اللي موجودة عندي ويبتدي يفصله لما تصل درجة الحرارة تقريبا موجب عشرة داخل حيزي التلاجة بيبتدي يفصل الطيار الكهرابي عن السخان لان انا ممكن اكون زابط ممكن اكون مضبط الطيمر عندي او رليا على تلت ساعة مثلا وحصل ان السخان او نص ساعة وليكن مثلا انا ما عنديش درية وزبطته على نص ساعة او المؤقت الزمني مضبوط وضعه بيتم فصل وتوصيل الدائرة بعد نص ساعة او بعد ايه خمسة وعشرين دقيقة او عشرين دقيقة على حسب طيب لو انا جيت شغلت او جيش تغل والسخان وصل انه وصل لدرجة الحرارة او ارتفع درجة الحرارة داخل حيزي الكبينة الى موجب عشرة في حوالي عشر دقيقة طب العشر دقيقة ازيادة ديا اللي الطيمر مضبوط عليها ومش هيفصل دائرة السخان هتبتدي يحصل ارتفاع في درجة الحرارة قزية من اللازم وبالتالي هذا الارتفاع بيؤدي طبعا الى ايه حدوث مشاكل كبيرة جدا داخل التلاجة ممكن يؤدي ان التلاجة تنحرق يحصل فيها اي مشكلة عندي نتيجة ارتفاع الزائد في درجة الحرارة لذلك كان من الضروري وجود سخان هذا سخان معني عفوا وجود ترمستات هذا الترمستات معني بفصل السخان الكهرابي عندما ترتفع درجة الحرارة الى موجب عشرة بيفصلوا مالوش علاقة بتاتا بالايه بالطيمر او المؤقت الزمان طيب تعالوا نشوف الكلام ده كده على الرسمة اللي عندنا عندما يكون المؤقت الزمني في وضع إذابة الصقيع زي ما احنا شايفين بيتم توصيل الطيار الكهرابي عندي من الطرف ايه والطرف ان هيتم توصيل الطيار الكهرابي الى ايه شباب الى الترمستات وزي ما احنا شايفين هيوصل الطير الكهربية من الترمستات هنا ايه اللي حصل كلنا هنعرف مع بعض وانا اقول يا مستر وضع الطيمر تغير من نقطة التلامس عن طريق المحرك المحرك هيعمل على فصل الطيار الكهربي من النقطة 3 إلى النقطة 2 وبالتالي هيتم توصيل الطيار الكهربي إلى مجموعة السخانات وفصل الطيار الكهربي إلى محرك الضغط طيب تعالوا نشوف إزاي نكتبها هنقول يعمل السخان على إزابة الصقيع المتكون على زعانف ومواصير المبخر حيث يكون الترمستات إزابة الصقيع بفصل السخان عندما تصل درجة حرارة مجبئة 10 طيب ثالثا أصلاء تشغيل أو فصل التلاجة أوتوماتيكيا اللي بيحصل يعمل سخان الجدار الفاصل زي ما ذكرناها مرارا وتكرارا بيعمل هذا السخان بصفة مستمرة لمنع تكون الرطوبة بين حيز التجميد اللي هو الفريزر وحيز التبريد اللي هو الكابينة وأيضا عندما يكون باب السلاجة مغلق يفتح المفتاح للمبة التلاجة والعكس عند فتح باب اللمبة اللي بيكون موجودة عندي ده بالنسبة للمكونات الأساسية أو بالنسبة للشكل العام عندما يكون المؤقت الزمني في وضع إزابة الإيه الصقيع يبقى إزا هنا كل الاختلاف وضع الطايمر إن الطايمر في الحالة دي بيكون نقطة التلامس عند التوصيل نيجي نقول مع بعض ونعمل عملية تشك بسيط عند التوصيل لمحرك الضاغط المحرك اللي موجود عندي هنا بيحرك طبعا احنا قلنا الطايمر من النوع الألام فبيحرك الجزء اللي بيكون موجود عندي هنا نقطة التلامس من النقطة التنين إلى النقطة أربعة وبالتالي بيتم توصيل الطيار الكهرابي إلى محرك الضاغط زي ما احنا شرحناها مرارا وتكرارا ولكن في الوضع النوع القلاب اللي هنا أنا زبطته على فترة زمنية معينة عن طريق المحرك والكامة اللي موجودة داخل المؤقت الزمني بتغير نقطة التلامس عندي من النقطة تلاتة إلى النقطة تنين وبيتم توصيل الطيار الكهرابي إلى مجموعة السخان اللي بيكون موجودة عندي وزي ما احنا شايفين ان السخان فيه ترمستات وقالنا الترمستات في ديته الأساسية مصطر هي فصل الطيار الكهرابي عن السخان عندما تصل درجة الحرارة موجب عشر تقريبا وإذا هو مش معني بايه مش معني بأي جزء كهرابي خاص أو بأي جزء زمن خاص بالطايمر اللي بيكون موجودة عندي ويبقى احنا بكده بالنسبة للحلقة اللي موجودة عندنا النهاردة أسمناها لجزءين أساسيين عرفنا من خلالها الدوائر الكهربية بعض الدوائر الكهربية لأجهزة التبريد وتكيف الهواء ومنها الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم إزابة الصقيع بها يدويا وعرفنا الأجزاء الأساسية بالنسبة للدائرة الكهربية وشفناها بالصورة الحقيقية اللي بيكون موجودة عليها تطرقنا أيضا إلى الدائرة الأخرى وهي الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم إزابة الصقيع بها أوتوماتيكيا وعرفنا مكونات الدائرة وعرفنا نظرية عمل الدائرة وزي ما احنا قلنا أن نظرية العمل بتبنى على أساس وضع المؤقت الزمني عندما يكون هذا المؤقت في وضع التبريد وأيضا عندما يكون هذا المؤقت في وضع إزابة الصقيع أتمنى من كل أبنائنا الطلاب أنهم يكونوا استفادوا من حلائتنا النهاردة على أمل إن شاء الله أن نحن نلقاكم في حلقات أخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته